مرحبا ترتبط الرياح الموسمية بأذهاننا غالباً بالأمطار الغزيرة المشابهة للأعصير ولا تعاد الرياح الموسمية عاصفة وحدة إنما هي تحول موسمي للرياح على المنصئة ممكن يسببها التحول الأمطار الغزيرة بفصل الصيف وممكن يسبب موجة جفاف لأوقات تانية تنشأ الرياح الموسمية بسبب اختلاف درجات الحرارة بين اليابسة ومياه المحيط المجاور ووفقاً لتغير المناخ بالجنوب الغربي بتدفي شمس الأرض والمحيط بشكل مختلف ما يسبب تحول اتجاه الرياح لجلب الهوى البارد الأكثر رطوبة من المحيط أمن الجديد بالذكر أنه بينعكس اتجاه الرياح مرة تانية بنهاية موسم الرياح الموسمية وأستراديا وجنوب ماليزيا نرجع لأخبار تأصناف عم يبقى صيفي معتدل بين الصحو الغائم جزئياً بشكل عام مترافق مع فرصة له توزخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية صباحاً أما درجات الحرارة فعم تنخفض لكن عم تبقى أدنى من معدلاتها بحوالي درجتين لثلاث درجات مئوية بأغلب مناطق السورية بلاسبة الرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة وترفق أهباط نشطة أحياناً وسرعة عم توصل للـ 25 كم بالساعة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و90% والبحر عم يكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجات حرارة الماء 23 درجة راح نتقل سواء لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعة الجاية بالعاصمة السورية دمشق عم بيكون غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 10 والـ 25 درجة أما كيف عم بيكون الجو؟ في أهم المدن والمناطق السورية راح نتقل سواء لنشوف عم بيكون بالسويرة غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم تتراوح بدرعها بين 12 والـ 25 درجة وبالأناترة درجات الحرارة عم توصل لـ 22 والطقس عم بيكون غائم جزئياً في المنطقة الوسطى بحمس وحمد تأصنا مكافي غائم جزئيا أيضا ودرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 14 لعلية 25 درجة بمدينة حمام على الصحي البطرتوس الذي عم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار مثل محكينة والبداية ودرجات الحرارة بريواء اسكندرون عم توصل للـ 24 درجة أما هلأ فرحنت ألسى ولنشوف كيف عم يكون التأص من المنطقة الشمالية بحلب وإرلب أيضا عم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار ودرجات الحرارة عم توصل للـ 26 درجة بمدينة حلب أخيرا بمدينة الرقة بالمنطقة الشرئية جونا مكافي ساديمي ودرجات الحرارة عم تتراوح بالحسكة بين 13 و 33 درجة وبدار الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 17 و 34 درجة وتأصنا مكافي غائم جزئيا هاي كانت أخوات تأصنا للساعة الجاية لا تعرفوا تفاصيل أكتر عن تأصها الأسبوع تلوني بكرة باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة